موسيقى مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام وكل سنة في نفس هذا التوقيت الكلام لا يتوقف عن السنوية العامة باعتبارها سنة تحديد المصير بنشوف طبعا وبنلاحظ وبنلمس قلق كبير من أبنائنا الطلاب خوف من أولياء الأمور تصريحات من وزير التربية والتعليم عشان يطمن الناس وسائل الإعلام بتبقى قدام اللجان ومشهد يعني بيتكرر كل سنة مين المستفيد من ده كله؟ المستفيد الأكبر من كل هذا المشهد هم أساتذة أو أباطرة الدروس الخصوصية يعني على مدى عقود طويلة علشان كده النهاردة في فقرة رأي عام زمان هنتكلم عن قصة الدروس الخصوصية مع الكاتب الصحفي الصديق محمد التوفيق أهلا بيك يا سيد محمد أهلا بيك أخذت دروس خصوصية زمان؟ أوه طبعا في مواد دي؟ لا اسمها ما أخذتش في مواد إيه أخذت في كل المواد ما عادة مثلا ما عادة يعني كانت دروس خصوية لا دروس خصوية أنا رأيي في حياة المصريين ليه علاقة غريبة يعني أحيانا من قصة أنه يكون مريبة يعني مش بس غريبة لأنه إحنا بقينا بنحب دروس يعني أخذنا عن حب مش مجرد بناخد درس مش جواز صالونات مش جواز صالونات عن حب لا عن حب هل قصة الدروس الخصوية بدأت فعلا يعني بتنتشر كده وبدأت تظهر على السطح بكثافة زي ما بيقولوا في التسعينيات؟ أنا كنت متخل كده يعني قبل رحلة البحث قبل ما نجي نعمل فقرة عادت أبحث عن الفكرة دي وأنا أصلا كنت محرر تعليم في البداية فأنا محتك في فكرة الدروس الخصوية وتفاصيلها ومدرسين وكنت متخيلت دي الحقبة الزهبية زي ما هي في الدراما حقبة زهبية فتخيلت في الدروس الخصوية لما رجعت بالتاريخ لقيت أن مصر كانت تخيل العنوان ده دروس خصوصية حتى منتصف الليل حضرتك تتخيل ده سنة كم؟ ده سنة كم بقى؟ يعني الطبيعي إنه لو بنشوفه ده دلوقتي يعني ينفع في عشرين وعشرين زي كتما بيقول دروس خصوية وقبل عشر سنين ينفع وقبل عشرين سنين ينفع بس هي المفاجأة إنه ده سنة سبعين دروس خصوية حتى منتصف الليل سنة سبعين واللي عامل الموضوع هنا محمد البردعي ده كان محرر تعليم وطبعا سبحان بردعي باهيرة مختار وهي من صحفات العظمات دي الأهرام دي ولا إيه؟ في الأهرام فإنه الحد بالليل فيه دروس خصوية سنة سبعين فرجعت لقيت إنه قبلها في الستينات فيه اجتماع من الاجتماعات اللي رئيس جمال عبد الناصر بنفسه عملها مع مجلس الوزراء كانوا بيناقشوا فيها دروس خصوية وكان اجتماع سري يعني يمكن المحاضر السرية طرعت فترة الأخيرة وكانت إنه الاجتماع ده بيناقشوا فيه إنه ماينفعش كده الدروس خصوية كبرت جدا لدرجة نحن مش قد نواجهها في الستينات في الستينات وما أدرك ما الستينات بقى وما أدرك ما الستينات ده برضو ده إعلان ده إعلان عن إيه بقى؟ أعداد متفوقي للسنوية العامة كويس برضو يمكن الحاجة الوحيدة اللي ببين ليها نسانة كم هو عدد أرقام التليفونات أيو ستة أرقام؟ خمسة أرقام ده برضو ده في نهاية الستينات نهاية الستينات طيب ده الإعلان ده كان فين؟ ده في الأهرام في الأهرام وكان يعني إيه المسمى السينماء شوي بالزبط مراكز إعداد متفوقين للسنوية العامة خد بالحلالك المسمى طولة بتغير يعني كانت مراكز إعداد متفوقين للسنوية العامة كانت مراكز التقوية مراكز التقوية ودي كانت المصطلح ده كان بيستخدمه دائماً المساجد لما هنرقله والدروس خصية والكورسات دلوقتي يعني دلوقتي الولد مجرد رايح اخد درس رايح كورس فالموضوع ده غير خالص لأنه بقى سعره مختلف كمان فلاقيت إنه في الوقت تاوي ممكن تحطين العنوان تفصيلاً وبيحددوا المواد اللي فيها دروس خصوصية والمركز الذي حقق التفوق لمئات الطلاب الغريبة إنه في التوقيت ده برضو مجامع السنوية العامة عيد والمجامع عموماً يعني مع دخول الدروس خصوصية في مصر وانتشارها بكسافة في نهاية الستينات وأولي السبعينات المجامع الناس عرفت لأول مرة في تاريخ مصر الدرجة النهائية فبقى فيه درجة النهائية في الإعدادية وبقى فيه في الابتدائي وبقى فيه في السنوية العامة هنا حتى اللغة العربية مدرس خصوصي لها في كل بيت ده بص التاريخ حدريك هتلاقي سنة كم؟ ده سنة سبعين سبعتاشر تسعة سبعين سبعين ولا الفين وسبعة؟ سنة سبعين لا دي سبحة ثلاثة آه أوكي دي سبحة ثلاثة حتى اللغة العربية مدرس خصوصي لها في كل بيت بصحيح مدرس لغة عربية الذي كان يعتبر زائرا غريبا لتلمزة أسر هي دي دي فكرة انه انتشرت واحدة واحدة ان احنا دخلنا بمدرس كانت الكيميا والفيزياء والمواد الصعبة العلمية الرياضيات ابتدوا تسللوا هو فعلا حتى على أيامنا يعني حكاية انك تاخد درس في اللغة العربية ما كانتش صحيح والمسألة كمان انه هو المدرس بدأ خالص في الأول بانه حد ممكن يروح يساعدك يعني ابتدت قبل بقى كلمة المدرس والإعداد الفاقين ده حد من ولاد الجران بس هو في سن أكبر بيجي يساعدك في المادة اللي انت عشان تتقوى فيها يعني ده المصطلح حتى كان زمان في الصيف حاجة اسمها فصول التقوية فصول التقوية صحيح وكانت بالمجان يعني يمكن هو بصها هو فصول لتقوية الطلاب بالمجان في الإعداد والسنة يعني بصوت فرحل الميكان فالتركيز على إيه اللغات الأجنبية والرياضة مكافأة المدرسين عن الساعات الزائدة كانت دي الفكرة اللي كانت يعني متبنيها دي سبعينات دي ولا إمتى ده ستنات ده ستنات ده ستنات وكانت الفكرة دي معمولة سنة 68 عشان مقاومة انتشارة دروس خصية ونبقى المجان لأنه جزء من الأزمة كانت اعتبار المجتمع الاشتراكي كده فيه أزمة كبيرة إن الغني هيقدر يعلم ولد أفضل وإحنا الهدف الرئيسي إن الناس كل هتعلم صح واتعلم فالاشتراكية فكانت المناقشة طول وقت في مجلس الوزراء برئاسة رئيس عبد الناصر شخصيا إنه لازم ننزل بالمسألة دي ده برضو الدروس الخصية تتحول إلى مدارس خصوصية في بيوت المدرسين بص هذاك سنة كم؟ ده سنة 73 فروحنا لتنة 73 شوفي إحنا في وقت قصير بيروحوا للأستاذ في البيت وبقى أعداد دي الأهرام أعتقد بالضبط سزواج دي رياض صحيح وانتون ألبير طبعا طبعا مصور فجزء كبير جدا من المسألة دي لعلاقة به إنه بنعمل قفزات بسرعة يعني الأول بيساعدك تقوية بالمجان كيميا فيزياء بعد كده روحنا للعربي بعد كده بقت من درس خصوصي لمدارس خصوصية اللي احنا عاشينها لحد طيب يعني برضو مسألة الدين ومسألة الفتاوى يعني هل صدرت فتاوى بتمنع الدروس الخصوية أو بتحرمها الإجابة الإجابة على الصبورة أجر المدرس من الدروس حرام 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 هو بعد كده بيفسروها في المتن إنه لما يجبر الطلبة فكان فيه فتاوى كتير بالمناسبة ويمكن الصورة اللي بعدها تجيب لنا صورة لي وزير التربية والتعليم ده دكتور يسر الجمال سنة 2006 وهو بيوزع فتاوى بتحرم دروس خصوصية يعني بص المسألة كان فيها اشتباك شديد طبعا بعد كده هم حاولوا يعني التعليم طول الوقت تفسر الدروس خصوصية اللي هي في البيت لكن لما نشوف الصورة اللي بعدها هنكتشف انه المساجد بتفتح ابوابها لمحارب دروس خصوصية فالكلام هو عكسه اه لا بس المساجد كان فيها زي فصول تقوية بالمجان لا كان بفلوس بفلوس ويه بعشرة جنيه اه موجود اه الحصص في جميع المواد بعشرة جنيه فقط كيس انا قلت انه يعني لمجان لا 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 مش بمجان بالمجان ده كان في الستينات بقى اللي احنا كده لسه جابينا من شوية كانت رقم 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 هو التمينات كانت من خمسة لعشرة جنيه بس عشرة جنيه هنا كانت لكل المواد اه لكن لكن في التمينات كانت خمسة جنيه برا المساجد يعني كانت بسعار اكتر لكن المساجد بقت بتنافس بقوة على طرطة الدروس الخصوصية وبقت بعد ما كانت بتحرمها بقت هي اللي بتدعو لي يمكن هنشوف الصورة اللي بعدها دروسة تقوية في المساجد تجربة نجحة في مواجهة اسعار في مواجهة اسعار دروس الخصوصية يعني زي منافسة يعني منافسة لتقليل السعر هنا هي المسألة هنا كأنك بتروح تشتري سلعة فالمدرس بيديها لك بسعر والمسجد بيديها بسعر اخل بعد ما كانت حرام انا وصبت بخيبة امل طيب دايما احنا بنشوف تصريحات وزراء التربية والتعليم على مدى سنوات طويلة انه سوف نقف وسوف يعني نتصدى لمافيا الدروس الخصوصية يعني ليه هذه المسألة لم تحقق النجاح المأمول والمطلوب اولا رأيي لانه وزارة التربية والتعليم مع كامل تقدير واحترام ليهم جميعا بمناظه لانه كلهم بزل وجود جميل لكن هم احيانا كتير بتعاملوا مع الاهالي باعتبرهم اعداء وانه انا فاهم مصلحة ابنك اكتر منك بينما الاهالي طول الوقت لو حلفتلي على المصحف انه مصلحة ابنه يتهمك اكتر مش هصدق يعني مسألة مش محتاجة كلنا اولي امور كلنا عارفين ان الاب شايف او الام شايفة ان هي ادرب مصلحة ابنها الاشتباك طول الوقت ان احنا متخيلين احنا دارين اقضى عليها ودكتور حيمي مراد لا يمكن بالزبط وزيط تربية التعليم هو كان سنة 69 بيعمل كل المحاولات للقضاء الدروس الخصية وجد بتعليمات من رئيس عبد الناصر انه رازم نقضي عليها سنة 73 قال للعنوان ده لا يمكن إلغاء الدروس الخصية الان فبقيت المسألة تحولت بسرعة يعني هو بعد 4 سنين بس كفر بفكرة انه وشوف نفس الاسباب يعني بيقولك الان الا بعد الاطبئنان الى مستوى الكفاية والاداء في المدارس وانشاء فصول لتقوية التلاميذ ورفع مستوى داخل المعلمين وخد بالحضراتك ده اللي حضراتك كنت تبادي بيه اصلا نهارده البرنامج 30 ألف معلم 30 ألف معلم ما هو ده جزء كبير جدا من حل الأزمة دي الصورة اللي بعدها احنا هنا دكتور حلم مراد مكالم في استناء هنروح الدكتور فحتي السرور بس وهو وزير تعليم مش وهو طبعا ده في التمانينات الدروس الخصوصية هي معركتي الثالثة وسأقضي عليها بالفيديو والتلفزيون اللي هو الحد للوقتي قنوات التعليمية قنوات التعليمية الفكرة اللي هي كاتت في التمانينات بدأت مع الدكتور فحتي السرور حصلت وحصلت تكنولوجيا جبارة ويوتيوب وانتشار سوشيال ميديا وكذا وما تقضاش عليها هنشوف الصورة اللي بعدها لأنها هتودينا لوزير التربية تعليمية تاني برضو دكتور فتح السرور بيعترف بقى أبناء يحصلوا على الدروس الخصوصية قبل دخولي للوزارة يعني خب حالك قبل دخول وزارة يعني في أولي تمانينات ده جورنال إيه ده ده جورنال الوفد هنشوف الصورة اللي بعدها إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات فورا ده الدكتور حسين كامل بقى الدين ده 93 خد بالحالك بقى في المرحلة دي طبعا طور حسين قعد فترة كبيرة جدا وكان بالمناسبة من أولي السنة العامة في السنة بتاعته وقال هاي في الدروس الخصوصية فورا وعمل كل وبيتعمل حملات وأبض عليه ومحاجات بالشكل ده ثم نشوف اللي بعدها لو مناعت الدروس الخصوية لها تفاولي الأمرضة دي هو نفسه هو نفسه هو نفسه بس بعدها بكم سنة خد بالحالك إن دايماً هتلاقي الوزير بيقولي الكلام وبعدها بكم سنة بيشوف إن المجتمع خلاص مش متقبل الفكرة ومتمسك الدروس الخصوية لأنه يعني مدام نظام السنوية العامة يعني هيفضل زي ما هو اللي هو مسألة اللي هو السباق للحصول على مجال بالزبط عالية لدخول كليات وكمة وطول ما انت بتقول طول وقت إنك الأول وعايز تبقى ابنك الأول هنفضل في 15% من المدارسين هتقدون كم؟ 7 مليار جنيه من الدروس الخصوية خد بالحالك بقى من الرقم ده السنة تكلم ده؟ هنتكلم 99 تخيل حضرتك إن انت بتتكلم فيه تسعينات 23 سنة وصلوا 7 مليار دكتور طرق شاوي ليه تصريح في 2018 إنه وصلوا 25 مليار آخر حاجة للتعباد والإحصى 47 مليار من سنة 1993 لـ 47 مليار في 2020 فتخيل حدك القفزات اللي بتحصل في المسألة دي بيقول برضو هيمنع الدروس الخصوية هنلاقي الصورة اللي بعدها بيتراجع عن منع الدروس الخصوية يمكن يعني لو جابوا الصورة هنشوف على طول إنه تلعي القرار وتاني يوم تلعي القرار طيب الإنفاق الإنفاق على الدروس الخصوية أو الأسعار بتاعت الدروس الخصوية هل اختلف يعني كتير زمان ودلوقتي؟ لا اختلف جدا هو كان في وقت من الأوقات يمكن هنشوف الصور اللي بعد كده هنلاقي إنه كان في وقت المسألة اللي علاقة بي الأرقام الفلكية اللي بيتكلموا عليها في الوقت ده كانت لياها خمسة جنيه ده في التمينات قبل التمينات كان المسألة اللي علاقة بالأكل إنه يعني بتعمله أكلة لطيفة صنط أرع عسل حالة محشي يعني مدرس طالما يعني ويمكن في حتى في بعض المشاهد في أفلام كتير توري حال مدرس دروس خصوية عمل إزاي زي جور سيدهم مثلا في شقة من حق الزوجة إزاي بقى عنده شقة ويسلف محمود عبر عايز شقة وراح يقعد في شقة يعني من كتر الدكل والطلبة اللي بيجولوا في البيت وإنه خلاص بقى محتاج يعمل شقة ليه فكرة استقبال الطلبة فيها الصورة اللي بعدها شوى مفروشة لموارسة دروس اللي هو بقى الحال اللي احنا بنشوف قوائم بقى سعار مدرسين السوبر واو الاعلانات اللي احنا كنا بنشوفها في الشوارع ده هي الحد الوقت والله الحد اللحظة امبراطور الكميا ووحش الفيزياء وصاروخ العربي تصل إلى 150 جنيه في الحصة الوحدة خد بالحضر دك سنت كم احنا نتكلم هنا في تسعينيات يه فالرقم والدرس مقابل واخرون لا تقدرون ان ننقود انه الدرس مقابل حلة محشي او الصينية انا رحل عايزي رحل لك انه الدروس خصية في المرحلة دي يمكن باعتبرك محارة تعليم لا احنا يمكن الفترة اللي فاتت ناس شافت بوديجاردات اللي مع المدرسة وكانت حدث يعني في مدرسين في مصر عنده من عشر مساعدين على الاقل معا عشر اشخاص بيساعدوا بيعملوا ايه؟ بيدخلوا المركز يدرسوا سي قبله يعني يقولوا الطلبة هيتكلم عن ايه النهاردة ملخص ياخدوا منهم اسئلتهم يجاوبوهم على اسئل اللي عايزينها يعني بيعملوا كل الحاجات اللي هو المدرس يخش يشرح يبقى هو مثلا حس ساعتين فهم ساعة بيعملوا فيها النشاط ده وساعة هو بيخش زي ما يقولوا كده يشوت فيها الكلام اللي هيقول زي الدكاترة اللي هم الشباب اللي هم بيهيقوا المريض وتعوا ويدخل الدكتور بالضبط كده فتخير عشر مساعدين دول دخلهم عشان يتفعلهم فلوس ويفتعلهم مثلا حالي خمسين الف جنيه في الشهر هو دخله كان مش عزين نقر هل يمكن انه يجي اليوم وتنتهي دروسه الخصوصية؟ في المشمش يعني أنا رأي طبعا فكرة انها الدروس خصية دي مسألة لازم الأول اللي حضرك قلته من شوية انه ننهي امتحان يعني احنا لو عايزين ننهيها ننهي الامتحان احنا طول الوقت بنتحارع فكرة الامتحان فكرة الامتحان أصلا في مصر دخلت مع الاحتلال بريطاني اللي كان عايز يخوف الطلبة المصريين من فكرة اقبالهم على التعليم وانه عدد المتعلمين ما يبقاش بالكسافة بس لازم يكون في امتحان بس السيستم بتاعه يتغير ولازم برضو يكون الامتحان المعيار هنا مش لعلاقة بالدرجة بالزبط لعلاقة بالقدرات انت قدراتك توديك فين وبالمناسبة ده لو طلعنا بي يعني احنا مثلا ازمة رابعة ابتدائي كانت سنة دي ايه؟ ان كان اول مواجهة للطلبة مع الامتحانات فارجعنا تاني لدروس خصية في رابعة ابتدائي وبالمناسبة هي دروس خصية في كي جي وان يعني كي جي وان بس طبعا اسمها كورس عشان الولد يتعلم مش عارف ايه ويه الحصة 150 جنيه لكي جي وان النهاردة مش بنتكلم يعني في اي وقت تاني متعرفش حد عايز دروس خصية في اللغة الروسية؟ لا دول عبوا كتير الفترة الجاية خاصة مع الحرب والقزي وهو ده ده السؤال ده مطروح سنة 72 الامتحان لماذا يرعب طالبة سنوي؟ انا عايز لحالك ان رجعت للمجلة السفور سنة 17 ولقيت برضو بيتكلموا عن الرعب من الامتحانات ففكرة الامتحان هي مرتبطة بالرعب مرتبطة بالدرس الخصوصي كل ما الناس خافت ده السؤال اللي احنا كنا مكتبنا نتكلم عنه هل هو الاسلوب الامسل لتقييم الطلبة؟ انا رأيي لازم يكون فيه طرق لتقييم الطلبة ولازم يكون فيه طرق للاستفادة من قدرته عشان ما يبقاش كله رايح لنفس المسألة دي كانت طرق المعاقبة نقل نظرة وتلاث مدرسين تفتتحوا فصول عن دروس خصوصية وكانوا بيتنقلوا في وقت ملوقات لو حداك فتكر مسألة تشكة كان المدرس اللي بتعاقب يقولوا تشكة ده شكل من اشكال التحايل في مسألة الامتحان ويمكن الوزير طرق شاوي قال انه المسألة دي خلاص تلاغت تماما فكرة الامتحان في المستشفى عشان طبعا فكرة انه يعني ده بيسهل على الطلبة اللي معهم فلوس اللي هو يقدر يعني يحل الامتحان بسهولة او حد يحل الامتحان معنا دقا دي المناشا دي احنا بنتكلم مناشا دي سبعينات ونتكلم مناشا دي مستمر لحد دلوقتي سبعينات وتمينات هي نفس الفكرة المنهاج المعقدة الفصول المزدحمة المدرس في حاجة لدخل ضف السلسية دي اذا اتحلت حلنا ازمة التعليم ودي برضو دراسة علمية عن منع تسلل الدروس السلسية حتى تلميذ الغريبة ان احنا كل ما بنتكلم عنها بتزيد بتزيد اه ده صحيح وبتنتشر انتشار رهيب ده بقى كاركاتير نختم به ليه طبعا عمينا صلاح جاهين هنا سنة ٧٨ ظهر مجموع تسعة وتسعين فيلمية الاول مرة في السنة العام فهو بيعلق تحته بيقول ولزموا ايه التبذير ده كله اذا كان اجعص كلية ما تطلبش الا ٦٨٪ فى المية بس يعني كان اكتر كلية فى مصر بتاخد ٦٨٪ فى المية ٦٨٪ بس الدروس خصية خلت الطلبة تقدر توصل للـ ٩٩٩ للـ ٩٩٪ فى المية موضوع طبعا يعني بيلمس الحالة اللى بتعيشها اسر كتير جدا دلوقت فى مصر نتمنى يعني ربنا يعينهم وينويلهم ما يتمنون زى ما بيقول يا رب شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد توفيق وبكده تنتهي فقرة رأي عام زمان وتنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة